ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله ومسعود برودرز إلا أن الحظ لم يحالف أي منهم لحظ أصوات الجمهور رغم تقديمهم لعروض من مستوى عالمي وفي نهاية الحلقة نال فريق مياس لقب الموسم السادس حيث أخذ قائد الفرق الكلمة وتمنى في مبادرة استثنائية مشاركة الجائزة مع فريق ديو أكروبات المكون من التنائي طارق وابنته فاطمة الزهراء بسبب الظروف التي اعتردتهم قبل الحضور للبرنامج والتأثير الإنسان الكبير لهذا التنائي على فريقه وبعد الالتفاتة الرائعة من عضو فريق مياس أعلن العميد علي جابر عن مفاجأة لوالد الطفلة فاطمة الزهراء الذي يعاني من صعوبة مالية لتعليم ابنته حيث قال باسم مجموعة MBC وباسم رجل الأعمال وليد آل إبراهيم تم تخصيص مبلغ 150 ألف درهم حوالي 40 مليون سنتيم لتعليم فاطمة الزهراء في بادرة إنسانية صفقة لها كل الحاضرين للإشارة فجوائز الموسم السادس من أراب سغوت طالنت هي سيارة شيفرولي بلازر 2019 الجديدة ومبلغ 100 ألف ريال سعودي أزيد من 50 مليون سنتيم نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية